طيب خلينا نشوف قرارات النائب العام أمر النائب العام سيادة المستشار حمادى الصاوي بمباشرة التحقيق العاجل في وقعة مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة وسرعة إنجاز التحقيق واستجواب المتهم فيها والتصرف قانونا بها نيابة العامة يا سادة يا كرام كانت النهاردة طبعا تلقت الإختار من الشرطة بوفاة المجن عليها رحمة الله عليها نيرة بعد ما هتم نحرها من قبل هذا المتهم قدام بوابة الجامعة نزلة رايحة تحضر محاضراتها أو انتحانتها طبعا الناس تلمت عليه والوادد ضرب ويستاهل يعني أنا داشت أقول حاجة تانية غير كده وألقي القبض عليه متلبس بهذه الجريمة ومحوزته الأداة السكينة اللي ارتكب بها الجريمة انتقلت النيابة فورا لمعاينة مصرح هذه الجريمة وتم ضبط تسجيلات كافة آلات المرأبة اللي موجودة في هذا المحيط سواء اذا كانت الحاجة بتاعت الجامعة ولحواتك على جامعة المنصورة هتلاقي قدامها الشارع والمتاجر والمحلات إلى آخر كل ما تم تسجيله للواقعة تم تحريزه للمشاهدة وتم تبين أثار دماء المجن عليها بالمكان كانت النيابة العامة عملت انتداب لقسم الأدلة الجنائية علشان يرفع كافة الآثار المادية اللي موجودة في محل الواقعة للفحص كمان انتقلت النيابة لمناظرة جسمان المجن عليها رحمة الله عليها بيرة وتبينت ما بيه من إصابات بالعنق والصدر ومناطق تانية في جسدها استمعت النيابة لشهادة اتنين من أفراد الأمن الإداري في الجامعة من شهود الواقعة واللي أكدوا تعدي المتهم على المجن عليها بالسكين وبتستكمل النيابة سماع الشهود ومبشرة باقي إجراء التحقيق بما فيها استجواب المتهم نفسه كويس؟ طيب رصدت بقى وحدة الرصد والتحليل في إدارة البيان بمكتب النائب العام تدول مقاطع متعددة بتصور جانب من الواقع دي يا سادة كرام أخيرها أو كذلك يعني أخبار بتتناول بعض التأويلات حول باعث المتهم لارتكاب الجريمة زي ما كنت بقول لكم كده دا لأ دا رفضته مش عاوز زي تتجوزه المهم أنه هذه الأمور لا تستند على أدلة حقيقية محققة بشكل رسمي دا طبعا بيؤثر بصورة مباشرة في سلامة التحقيقات وقد يفضي إلى ضياع ما فيها من أدلة يكدر السلم العام بينال من اعتبار ذوي المتوفى بغير حق دا قد يعرض من يتداول هذه الأخبار للمسألة القانونية وعليه خلونا نبقى كلنا دون استثناء واحد سواء إذا كنا فيه الإعلام المعروف التقليدي أو ما نطلق عليه أحيانا الإعلام الموازي على شبكات التواصل تحر الدقة وعدم نشر اللي إحنا ما نعرفوش ومسألة إن إحنا أصل سمعت أصل بيقوله أصل قريب أصل زميل أصل جار بيقولك أبش كلام من دا وعليه في إن النيابة بتهيب بالكافة إلى الامتناع عن تداول هذه المقاطع والأخبار في الواقعة دي أو غيرها وإنه لو في حاجة لو سمحتها سادة كرام قدموها لجهات التحقيق المختصة بالموضوع طالما إن سيادتك شايف إن اللي عندك هيفيد في كشف الحقيقة فحضرتك تاخد بعضك وتتوجه لجهات التحقيق مش ننشر على تواصل اجتماعي وبلاتفورمز ومنصات وما إلى ذلك كذا الحال بالمناسبة المواقع الإلكترونية وأصبحت عشرات المواقع الإلكترونية موجودة المسألة مش كده المسألة مش هينة احنا بنتكلم على جريمة فخلون نبقى ماشيين في السياق الصح